لمناقشات هذا الموضوع مولين من بغداد خابر السياسات الاستراتيجية السيد حسين علاوي مرحبا بك عمنا سيد حسين عبر شاشة الغد ما يود رئيس الوزراء رئيس الحكومة العراقية لشارع إليهم خلال هذا التحذير كيف قرأته؟ يعني أكيد الخسار التي تحدث عنها سيد رئيس وزراء هي خسار كبيرة وليست قليلة خصوصا بعد توقف الانترنت في بداية الاحتجاجات الشعبية والذي أدى إلى أن تتوقف خدمة شركات الاتصالات في تزويد الانترنت وكذلك بالمقابل خدمات السيارات التي تقدم من خلال تطبيق الإلكتروني خاص في ذلك وكذلك بالمقابل التعاملات المصرفية التي أصبحت صعبة وعسيرة بالإضافة للتعاملات المالية والتحويلات المالية البنقية الأخرى ما حصل خلال الفترة التي تلتها حقيقة كانت الموالغ كذلك في أم قصر في الأمس وقبلها كذلك بفترة كان هناك احتجاجات واعتصامات أمام مداخل ومنافذ هذه المناطق الحيوية وهذا بالتالي ما ولد مشكلة وتحدي كبير ما حدود تأثير الوضع في الشارع على الاقتصاد سيد حسين ما الوضع في الاعتبار بأن المواطن العادي قد يقارن ما بين محركات الاحتجاجات والفساد مثلا ونتائج هذا الحراك في الشارع يعني أكيد أتوقع أن تقرير الدونك بيزنس الذي نشره في سنة 2020 الآن والذي يشير إلى سنة 2019 في قياسه لممارسة الأعمال هو مؤشر خطير وصعب جدا على اقتصاد العراق الذي أشيره أن العراق اليوم يحتل المرتبة 172 من أصل 190 دولة وهذا بالتالي ما يجعل أن البيئة الاستثمارية هي بيئة تعاني من مشاكل كبيرة سواء كانت في التشريعات أو في الإدارة وهذا بالتالي منعكس نتيجة عوامل متراكمة خلال السنوات الماضية إن كانت سنوات الحرب أو سنوات التغيير ما بعد 2003 وبالتالي تزايدت معدلات البطالة إلى أن وصلها 37% أو 40% تزايدت معدلات الفقر والفقر المتقع وكذلك بالمقابل عمليات مكافحة الفساد والفساد الذي تصاعدت معدلاته بصورة كبيرة وهذا ما نعكس على ذهنية ومطالب المحتجين ومطالبتهم للحكومة العراقية بإنهاء هذه المؤشرات وتحسين مؤشرات العمل والخدمة العامة وكذلك بالمقابل تحسين قدرة المواطن العراقي في حال بنائه مشروع صغير وخصوصا الشباب في حصوله على تمويل صغير إلى المشاريع الصغيرة أو المتوسطة وهذا ما سيحسن الاقتصاد وسيعطي فرصة كبيرة إضافة لقطاع الوظائف الذي لم يستطيع أن ينتج وظائف كبيرة داخل القطاع الحكومي ولم يستطيع أن يحسن قطاع الوظائف في القطاع الخاص ستجد عدم تحرك القطاع الخاص وهذا ما ولد شحنات الاحتجاج الكبيرة جدا إذن كانت الوظائف والخدمات هي العوامل الدافعة الأساسية بعد أن كنا نتوقع أن تكون الكهرباء هي واحدة من العوامل الدافعة في الصيف لكنها اندفعت نحو الخدمات والوظائف التي محركت الشباب وبالتالي احتجوا في الشارع وتظاهروا بمطالب كبيرة جدا أشكر جزيلا شكرا الخبير في السياسات الاستراتيجية والاقتصادية سيد حسين علاوي كنت معنا من بغداد شكرا لك اشتركوا في القناة